في ظل وضع عسكري وسياسي ينذر بتراجع الاهتمام بالأزمة السورية دوليا عقلت الهيئة العامة للإئتلاف الوطني السوري اجتماعات دورتها التاسعة عشر في مدينة اسطنبول التركية الأوضاع العسكرية الميدانية في ريف درع الغربي وجنوب دمشق ودومة نالت الحيزة الأكبر في افتتاح الدورة بيد أن الحراك السياسي لم يغب عن أرويقة الاجتماعات وبالأخص مناقشة وثيقة أقرتها الهيئة السياسية للإئتلاف وتناولت المبادئ الأساسية حول آفاق التسوية في سوريا الوثيقة التي اطلعت العربية عليها تركز بشكل أساسي على استئناف مفاوضات التسوية السياسية انطلاقا مما تم مناقشته في مؤتمر جينيف 2 على أن يكون هدف هذه المفاوضات هو تنفيذ بيان جينيف ولا سيما تشكيل هيئة حكم انتقالية وتغيير النظام السياسي الحالي في سوريا تغييرا شاملا وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية تشكل رؤية متكاملة الآن للإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهي تحدد الآن هدف العملية السياسية وغايتها أيضا بقيام هيئة حكم انتقالية والاستناد إلى مرجعية جينيف وإلى قرارات مجلس سلم ذات الصلة بالقضية السورية نتائج المشاورات التي أجرها الائتلاف خلال الفترة الماضية مع بقية تشكيلات المعارضة بحثها الأعضاء أيضا في اجتماعات اسطنبول نحن نسعى إلى توافق سوري للمعارضة السورية حول نقطة واحدة هي الموقف أو رؤية الحل السياسي القضية السورية الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام يناقش كذلك تعديل بعض مواد النظام الأساسي للإئتلاف فضلا عن مناقشة التقارير الواردة من مؤسسات الإئتلاف والحكومة السورية المؤقتة ليست التغيرات الحاصلة في المشهد السوري بشقيه السياسي والعسكري وحدها التي تؤرق الائتلاف الوطني فالخلافات الغائبة الحاضرة بين كتله السياسية تشكل تحديا لاستمراره كأكبر تجمعا للمعارضة السورية هذه الخلافات قد تجد طريقا إلى الحل خلال اجتماعات الائتلاف الحالية أو قد تزيد من حجم التصدعات في بنيانه من مقر اجتماعات الائتلاف في مدينة اسطنبول زيدان زينكلو العربية